السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله متابعين بكل خير معلومات وتفاصيل عن طراز هندا أكورد القديدة كليا لعام 2023 في نهاية عام 2022 وتحديدا من تاريخ 11-12-2022 كشفت شركة هندا عن القيلة 11 من طراز أكورد كخطة وضعتها لتغيير معادلة المنافسة عن أقرب المنافسين لها أمثال تيوتا كامري ونيسان التما وتخلت هندا عن أقوى محركاتها في القيلة السابق الأربعة سيلندر توربو بسعادة 2 لت المرتبط مع ناقل حركة أوتوماتيكي بالشفت الكهربائي من 10 سرعات أبرز المواصفات في طراز 2023 تتوفر أكورد 2023 بثمانية ألوان خارقية سوف نستعرضها لكم في الفيديو جميع الألوان وتتوفر أيضا بخاصية استشعار فتح وإغلاق الأبواب عند القرب والابتعاد عن السيارة وتتوفر أيضا بتقنية النقاط العامية البي اس آي بوجود استشعارات يتم تثبيتها في المصد الخلفي لتنبيه بوجود سيارات بالخلف تصميم هنداء كورد من سوحة من سيارات الكوبيه ذات الأربعة على الباب فست باك مع زيادة في مساحة المقصورة الداخلية وكذلك صندوق الأمتعة بحقم 473 لتر تم تعديل نظام التعليق لتحسين راحة الركوب وتقليل الاهتزازات داخل المقصورة محركات المتوفرة للطراز الكورد 2023 المحرك الأول أربعة سيلندر توربو سعة واحفاص الخمسة لتر بقوة 193 حصان وعزم دوران 260 نيوتين متر مرتبط بناقل حركة سيفتي والمحرك الثاني أربعة سيلندر تنفيذ طبيعي بسعة اثنين لتر محرك جديد ارتبط هذا المحرك مع محركين كهربائيا بقوة مجمعة 204 حصان وثلاثمين خمسة وثلاثين نيوتين متر مرتبط مع ناقل حركة إلكتروني الفئات المتوفرة على هندا أكورد الـ LX والـ EX والـ Sport والـ EXL والـ Sport L والـ Touring أعلى فئة بشكل قياسي تتوفر هندا أكورد بقنوط 17 إنش في فئة الـ LX والـ EX وقنوط 19 في باقي الفئات القسم الداخلي لباقي الفئات والأساسية تأتي بشاشة بوسطية مقاس 7 إنش وأخرى بمقاس 12.3 إنش جمع الفئات التوفر بشاشة عدادات رقمية ديجيتال بحقم 10.2 intentionally